اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مقارنة بتسعة وستين فاصل ستة في العام المالي الفين وطمنتاشر الفين وتسعة تاشر بما يعني ان الفرص التعاقدية الحكومية لهذه الكينات الاقتصادية الصغيرة ومتنهية الصغر تجاوزت الحد الادنى المقرر قانونا اشتركوا في القناة 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 انا باخد منه الف جنيه في السنة. طب ده كويس خلص اه. يعني كم كم تقريبا اقل من ثلاثة جنيه في اليوم. طب لو وصل لغاية نص مليون انا باخد ميتين آآ آآ الفين وخمس ومية. اوكي معقول برض. في السنة كلها. طبعا شريح متعددة بتبقى نص من مية في المية. خمسة وسبعين من مية في المية. اوكي. واحد في المية لو حجب الاعمال من ثلاثة العشرة مليون. من ثلاثة العشرة. اه. واحد في المية من 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 الربح. من الربح طبعا. اه. فبالتالي لو حضرتك شفت المبالغ اللي ممكن تكون مدفوعة هتكون مبالغ بسيطة جدا. مش الهدف منها ان انا اخد درائب. الهدف منها بس ان انا اشغل ويبقى عندي مشروع بيضيف للناتج الناتج القومي. وبالتالي انا اه صمرت نجاح المشروعات صغيرة مشان انا اخد منه درائب. ان هو يشتغل. ان هو يكون موجود. ويشغل للناس. ويشغل للناس. اه. اربح فرص عمل. طب انا لو عندي مية مشروع. متناهي الصغر. يبقى انا شغلت كام? شغلت حولي ربعمية او خمسمية. صحيح. ربعمية او خمسمية او ربعمية اسرة. صحيح. او ربعمية. يعني لو قلت الاسرة متوسط ثلاثة او اربعة. حضرات بالتكلم في الفين واحد من خلال المشروع صغير ومتوسط. صحيح. ومتناهي الصغر ايه. نعم. طيب هل هل يجب ان تكون لها اه 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 هنقول ايه اه شغل اقتصادي معين يعني لازم المشروعات المتناهيات الصغر او الصغيرة او حتى المتوسطة تكون انتاجية من النوع الاول ولا ممكن تكون مشاريع تجارية ممكن تكون مشاريع خدمية. والمشاركة حدد حدود مالية او حدود خاصة بعدد الافراد اللي بيشتغلوا. تمام. انما النوعية مفتوح. مفتوح. انا بتحكم بقى في المزايا اللي بتروح لكل نوع او كل مجال على حسب اه المرحلة انا فيه. يعني الكلام اللي كنا بنقوله الفين واربحتاشر وخمستاشر هي للتلات انواع مشروعات صناعي تجاري خدم. تمام. دلوقات احنا مركزين على ايه? مركزين على الصناعي. مم. والخدم. تمام. لان دولة اللي 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 فيها مستمرارية. وعشان نعمق الصناعة. صحيح. وعشان نعمل تشبيك اقتصادي اه اه جيد. تمام. فروحنا شوية لما كان فيه تدخم عالي. الناحية اللي ايه? المشروعات الصناعية والخدمية والزرعية. تمام. مهي الصناعية انتاجية برضو. نعم. 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 زيها زي الصناعية. طب اه اه في نهاية حياتك قلت في بداية اللقاء انه الدول كلها مش بس مصري. يعني بتحاول تدعم موضوع المشروعات الصغيرة بالذات. نعم. لان هي الرينج بتاعها اوسع كتير جدا. ليه? هيعود على البلد بايه? اه طبعا اه اه من ناحية هيكل الاقتصاد القومي لأي بلد. هو الهيكل ده نسبة المشروعات الصغيرة المتوسطة هي اللي بتفرض على الحكومات انها تخش بقوة ولا اه بادوات ايه عشان تساعد على دعم دعم الهيكل ده. فلو حضيك شوفت مثلا ان من الفين واسبعتاشر تقريب البنك الدولي بيقول ان اقتصادنا اقتصاد بيغلب عليه الطبع غير الرسمي. صحيح. والطبع غير الرسمي يعني يعني فيه مشروعات اغلبها مشروعة ولكن ايه صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر. طب انا لازم حل المشكلة دي. يبقى انا لازم يكون عندي ادوات تعالج هذا الاقتصاد بشكل اكبر من المانيا مثلا. تماما فالحكومات بصفة عامة بتحتمل بالمشروعات الصغيرة ومتوسطة. ولكن الاهتمام عندنا احنا بيزيد لان المشروعات الصغيرة ومتوسطة كبيرة. وعداتها كبيرة. فبالتالي تصليح حيكة للاقتصاد القومي بيكون من خلال ان ان انت بتشوف المشاكل فين بتخش فيها بدرجة ممكن تكون اكبر من دول تاني. اه اوكي يعني احنا مركزين لانه القطاع ده قطاع كبير جدا. كبير عندنا. ولسه في مشاكل. ومعظمه غير رسمي. حتى الان? يعني بعد فكرة. قالت لا تقريبا دلوقتي من خمسة خمسين الستين. هل لي ها? ما هو الغير الرسمي ده هل لي احساءات دقيقة ولا احنا مش عارفين? ما هو طالما غير رسمي انت بيبع عندك بعض المعلومات وبعض المعلومات غايبة عنك. صحيح. فاحنا التشجيع على انه يدخل عندي وزي ما حضراتك قلت في المقدمة اني التعاقدات الحكومية. دي ساعدت كتير من المشروعات اني سجل نفسها. فبقى المشروع صغير ورسمي مسجل. طب ايه هو بيكسب من ايه? من ده ايه? بيكسب اني مثلا التعاقدات الحكومية في القانون مية اتنين وتمانين لسنة الفين وتمانتاشر. القانون ده كان زمان بيسمون قانون مناقصات ومزايدات. تسعة وتمانين سنة تمانية وتسعين. فالقانون ده عطى للمشروعات الصغيرة المتوسطة افراد لهم حوالي تلات مواد في القانون وحوالي سبع او تمن مواد في لاحة تنفيذية. ازاي بقى? لهم ايه بقى? اقول لحضراتك. في المادة واحد وعشرين وخمسة وعشرين وخمس سبعين. في واحد وعشرين اتكلم على حاجة اسمها التسجيل او التأهيل المسبق. يعني مشروع لسه قدراته المالية والادارية والبشرية ضعيفة ما حرمتوش ان يخش. فبعمله تأهيل مسبق. المادة خمسة وعشرين اتاحت للمشروع الكبير اللي بتعاقد مع الدولة او بتعاقد مع جهة ادارية انه يقوم بالتعاقد مع مقاول الباطن. كويس. ده ما كانش موجود. ده ما كانش موجود في الابلي جيد. المادة خمسة سبعين بتكلمت عليه. كلمت على التيسيرات التي يجب على الجهة الادارية انها تهتم بها وهي تتعامل مع المشروع الصغير. ابتداءا من شروط المناقصة او المزايدة وكمان شروط التسجيل والاعفقات اللي هي ممكن تيسر عليه. جاء في الليحة التنفيذية اللي هي جات سنة 2019 قالوا اني لازم على الجهة انها تراعي الامكانات الفنية والادارية والمالية والبشرية للمشروع الصغير. طيب تتراعيها في ايه في كرص الشروط. طب شروط التسجيل اه الاعفاء اه ممكن الاعفاء اه النهائي عن التأمين المؤقت. يعني انت داخل اللي بتدفع تاني طيب انت كده كده هتسترده. فبدل ما ناخد منك. المبلغ. كانت انت هتشغل برأس المال العامل بلاش منه او نخفض نسبته. كل هذه التيسرات لعشان عدد المشروعات اللي تسجل نفسها ويتعامل مع الحكومة تزيد. طب اين الحصيلة كانت ايه. الحصيلة كانت ان سنة 2018-2019 زي ما جاء في التقرير كان حوالي 70% من المشترايات والتعاقدات الحكومية من مشروعات صغيرة ومتوسط. زادت ل75% هذا العام. دي نسبة كويسة جدا. بس لازم نخلي بالنا عشان نقول كويسة وتحسنة لازم عدد المشروعات الصغيرة ومتوسط ومتناهية الصغر اللي شاركت في ال75 تزيد. آآ مش بس نسبة التعاقدات. آآ نسبة التعاقدات. يعني انا اخذ تعاقد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة. لا انا عايز مش انا بس. انا عايز بحشر مشروعات. اوكي. اوكي. انا في النطاب ده بشير بتصميم هذا القانون ليه? لانه جاي مع في مجلس في امريكا اسمه مجلس محاسبة التكاليف. او مجلس معايير محاسبة التكاليف. او اسمه كاسب. المجلس ده تابع للبيت الابيض مباشرة. اوكي. بيقوم على التعاقدات الحكومية. بيشرع للتعاقدات الحكومية ما بين الحكومة بصفة عامة. وما بين اي مؤول او اي مورد ممكن ان هو يتعامل مع الحكومة. اوكي. وعمل قايمة. اوكي. يتعرف منها على كل عناصر التكاليف الخاصة بالمورد. اوكي. كويس اوي ده. وعمل وسميها كاسب نومبر وان. اوكي. 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 والجامعات بالذات عملناها كاسب نومبر طوال. ليه. عشان الجامعات تملي هي في حالة تنمية مستمرة. وتعاقدات مستمرة. مدن جامعية. اه. توريدات خاصة بالطلبة. الكتب. كل ده. بتشتغ. اه. فبالتالي ده. اه. لما احنا نحط قايمة بالتعرف على مين المقاول اللي بيجين. ومين المقاولين التابعين لي. يعني سابقة الاعمال مثلا مهمة للمشروع الكبير. ايه سابقة الاعمال ده? سابقة الاعمال يعني انا اه مقاول مثلا بشتغل في توريد الاغذية للمدن الجامعية. تمام. لما انا كنت عاملت مع جامعة القاهرة وجامعة اسكندري. وجامعة مثلا جنوب الوادي. لما اجي اتعامل مع جامعة بن السوفي قولي يا هاتلي سابقة الاعمال. سي في يعني. سي في تحت تعملتي. اه. لو هو عنده مشاكل هيستبعد. اه. 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 في المشروعات صغيرة ومتوسطة اعفى المشارع في في المادة مية تلاتة وستين من اللايحة الداخلية. المشروعات الصغيرة والمتوسط ومتنى الصغر من سابقة الاعمال. على انه ممكن ما كونش. لما ممكن لسه داخل. لسه جديد. فدي كلها تيسيرات. صحيح. بتخلي المشروع الصغير والمتوسط يقدر انه يخش ويستمر. حلوة. وبعد شوية ينافس. ويتحول بقى بعد كده من مشروع متنى الصغر للمشروع صغير. هو ده الهدف اصلا? يعني هل الهدف من اه الدعم المشروعات متنى الصغر والصغيرة انها تنمو? ده ده هدف جديد. ما كانش مابودة. اه. اه. لو تفتكر حضركم انا بتكلم زمان في ايه? في حاضنات الاعمال. صحيح ما انا كنت لسه هدخل فيها. صح? ده مهمة جدا. اه. في دلوقتي اسمها مسرعات الاعمال. اه. يعني تسريع. اه. مثلا انا بشتغل وعارف حدودي ايه? وعارف السوق بتاعي ايه? وبشتغل ومستمر. تمام. انه بشتغل بفكرة تقليدي. طب عشان انا. مش هنموا بسرعة. اه. عشان هنموا بسرعة. لازم اطور. اسلوب الانتاج ممكن. اسلوب التسويق ممكن. اسلوب الدعاية ممكن. صحيح. ما كنتش بتعامل مع الحكومة. هاتعامل مع الحكومة. اه. بقى عندي تسقيف اكتر ووعي اكتر العمال اللي عندي. فبالتالي بقيت اخد اولات اكتر. توريدات اكتر. شغلة اكتر. دخلت في شريحة جديدة. فهنا المسرعات دي. بتكفل للمشروع انه مش بس يستمر. لا يستمر وينمو. ويخش في كاتجورة اكتر. اه. يعني يعني الحضانات مهمة برضو في البداية. طبع. طبع. هل عندنا عدد يكفي من حضانات الاعمال في مصر ولا محتاجين مدام فيه دعم للموضوع ومدام ده مهم جدا. الحقيقة فيه جهود فردية. اه. خاصة بب. يعني مثلا جامعة القاهرة. اه. اه. الواحد بيشيد بفكر التطبيق. حضر الاعمال في. اه. في كافة المجالات. حتى الخدمية. كواس. يعني كلية الاقتصاد والسياسة. هم. بيتقوم بعمل ورش عمل. جامعة النيل. كذلك. اه. لما تروح حضرك جامعة السود في اه اه اه. حضنة مشروعات. اوكي. لازم احنا. هم. فكر ريادة الاعمال. هم. اللي هو محطوط حتى على اجندة المؤتمر الدولي لشباب. هم. انه لازم يكون فيه اطار واضح. هم. لتطبيق فكر ريادة الاعمال. صحيح. الاطار ده جزء منه علمي. هم. جزء منه اه 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 ممكن يكون تطبيقي. هم. الجزء التطبيقي لازم يكون فيه قطاعات اه 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 تشتغل فيه. ويكون في اه 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 يعني مش مجرد اه 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 الشركات الكبيرة هي اللي شغالة فيه. هم. لازم تبقى منظومة. ممكن منظومة دي اطراف حكومية. هم. اطراف خاصة بال بالنقابات او الاتحادات العملية. هم. اطراف خاصة بالجامعات. اطراف خاصة بالمراكز البحثية. هم. لانه ممكن نلاقي انه سبب المشروع فكرة تكنولوجية. هم. لازم تحتضن هذه الفكرة. هم. لان انا بتعامل مع رائد اعمال. اه 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 اكتشاف المواهب. هم. وفي واحد مثلا بيعمل حاجات بسيطة. والحاجات دي بسيطة دي مطلوبة. زي قرية تونس مثلا في اه في الفيوم. في الفيوم. اه اه. بعض القرى النوبة. اه في اللقصر. اه في خاني الخليلي. هم. بس دائما لدي مشكلة تسويقية في الموضوضة. اه اه. دلوقتي بقى اه 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 الدولة وجهاز تنمية المشاعات الصغيرة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة. هم. بدأ يحمل لهم اه ب بصفة مستمرة. اه. معارض. سواء داخلية او اه اه خارجية. هم. هو ايه دور يعني هل حقيقة ذكرت كذا جهة منوط بيها المفروض يعني القيام بدور حضنات الاعمال ومسرعات الاعمال في نفس الوقت يعني. هل كل يعمل في وادي ولا فيه جهة المفروض تنسق ما بين كل تلك الجهات. الحقيقة اه كان اه اه سنة الفين وارباحتواشر. اه. كان فيه صندوق الاجتماعي. صحيح. وكان فيه كذا جهة. صحيح. دلوقتي اه اه جهاز تنمية المشاعات الصغيرة ومتوسطة تابع لمجلس الوزراء مباشرة. اوكي. وهو ده المنوط بيه. وهو ده المنوط بيه. وهو ده المنوط بيه. بزاك. حتى بما فيه القطاع الخاص. ما هو ما هو يتعلق بالقطاع الخاص القطاع الخاص الشركات الكبيرة لا الشركات الكبيرة تابعة لوزارة التجارة والصناعة مالهاش علاقة عشان كده وزيرة التجارة والصناعة كان يتماسك المشروعات الصغيرة التجارة والصناعة وجهاز تن متر مشروعات الصغيرة والمشروعات لان احنا هل مصر اقتصادها قائم على الصناعات والمشروعات الكبيرة ولا دي بتمثل نسبة مش كبيرة دي عشان نجاوب عليها بشكل علمي لازم نروح نشوف الناتج القومي مكوناته ودي بتصدر من وزارة التخطيط في متابعة السياسات بتطلع بيانات تفصيلية عن كلنا يجب انها تخضع للتحليل والدراسة عشان تبقى هي المؤشرات دي اساس للخطة اللي بعد كده فده اللي هو ايه يعرفنا هل المشروعات المتوسطة بيسام اكتر ولا الكبيرة ولا العملاقة ولا النسب متساوية كل بلد شكل اكيد يعني الدول الصناعية الكبرى بتعتمد على المصانع الاكبر ولا برضو بتعتمد على لا طبعا فيه دول بطبعتها صناعية زي المانيا مثلا فبتلاقي النشاط الصناعي متعمق فيها احنا بدأنا نخش في الصناعات غير تقليدية زي الأدوية الصناعات العسكرية دي كلها صناعات هتشغل عمالة كتير وشركات كتيرة والدقة والجودة هيبقى اساسا بس دي محتاجة تدريب وعمالة مدربة هل احنا عندنا دا ولا عندنا مشكلة؟ احنا بنصنع فرقطات بس يعني ما هو دا طيب لو بنتكلم على ريادة اعمال لان دي ثقافة ريادة الاعمال دي هل منظومة التعليم في مصر منذ بدايتها بقى مش هكلم على التعليم الجامعي منذ بدايتها هل يجب ان يكون فيها بعض المحفزات؟ اكيد اكيد لان دا مش موجود برضو دا لازم يعني لازم نعيد النظر في كل ما نهجنا في جميع الكليات كلية زراعة زي كلية طب زي كلية صيدلة زي كلية تجارة زي كلية هندسة مفهوم ريادة الاعمال لازم يدرس الجميع الجميع من قبل ما يخشوا الجامعة في مجموعة المهارات اللي لازم يطالب ان يتعلمها لان كيف يكون الانسان مفكر ومبدع قد يكون هناك موهبة هذه الموهبة تتضاءل مع السنين لانه محدش اكتشافها محدش حطعها على اول الطريق فبالتالي ممكن يكون مهندس مبدع ممكن يكون خريج كلية حاسبات ومعلومات ومبدع كلية تجارة ومبدع كلية صيدلة ومبدع او كلية علوم ومبدع دازم يهيأ لده ما يبقاش داخل عشان يتعين في وظيفة ويشتغل ويقف في الطبور احنا عندنا في كلية تجارة بن السويف في حاجة اسمها الاعمال الفصلية زي اعمال السنة كده بس اسمناها اعمال الفصلية عشان احنا لمدة فصل دراسي واحد الاعمال الفصلية جزء منها يحق للطالب انه يقدم مشروع ريادة اعمال جميل في اي مجال وممكن يدخل بيه فصل دراسي وفصل دراسي تاني وتالت وربع لغاية 8 فصول دراسية يكمل معايا لافرض انا مثلا بشتغل في لعب الاطفال انا عندي خبرة وانا طالب بشتغل مثلا فانا درست خمس مواد ممكن ان انا الجأ للخمس مواد دولة واشوف المشروع اللي انا بفهم فيه ممكن العيلة بتاعته يكون بتفهم في النوع ده من المشروعات مشروعات مثلا عائلات لا علاقة بالمشغولات الدهبية مثلا هو لو اقدر انه يطبق المبادئ النظرية في هذا المشروع وبنجيب لاجنة بقى من التلات اقسام علمية واحد من جهاز تلمية المشروعات الصغيرة المتوسطة يقيم ده طيب تاني تر ممكن نخش بنفس المشروع بس ايه بقى يطبق فيه خمس مواد اخر طيب تتخيل حضرتك بعد ثمان فصول دراسية او بعد اربح سنين لو هو بيشتغل بالشكل ده يوم ما يتخرج هيبقى قادر انه لا يمكن هيتفكر في فرصة حكومية لانه خلاص عارف التمويل ازاي عارف المحاسبة ازاي عارف توزيع الارباح ازاي عارف القوانين شغالة ازاي في المجال اللي هو عايز تتغل فيه مرسي يا دكتور اسامة معلش عطلنا حضرتك النهاردة ولكن يعني طبعا يعني حلقة الدكتور اسامة عادة تبقى مليئة بالمعلومات المفيدة للغاية الحقيقة يعني بنشكر شكر جزيل للغاية وواضح جدا الدعم الحكومي للمشروعات الصغيرة وبالتالي زي ما الدكتور اسامة كان بيكلم تغيير التشريعات واللواقح التنفيذية لتلك التشريعات للزج بريادة الاعمال من جهة لمحاولة دعم تلك المشروعات للدخول في مناقصات حكومية بشكل اكبر الحقيقة بنشكر شكر جزيل للغاية استادنا الاستاذ الدكتور اسامة عبدالصادق عميد كلية التجارة جامعة بنسويف ومؤسس معهد المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجامعة بنسويف بنشكرك صديقي المشاهد وان شاء الله نشوفك في حلقة جديدة من الاقتصاد والناس موسيقى